بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم أبناء وبناء الطلاب في درسنا لهذا اليوم وامتداد وارتباط بدرسنا السابق حينما تعرفنا على المرحلة الأولى من تأسيس الدولة السعودية الأولى وفي هذا الدرس نتعرف وأنا وأنتم على المرحلة الثانية من تأسيس الدولة كما تحدثنا في الدرس السابق عندما بدأها الإمام محمد بن سعود بضم المناطق القريبة من الدرعية وانتقل بعد ذلك وتوسع الأمر إلى أن تم ضم الأحساء عندما ضمت الأحساء وبايع أهل الأحساء الإمام عبداليز بن محمد بن سعود على دخولهم أو على أن يكونوا تحت ظل الدولة السعودية الأولى توحيد البلاد كما ذكرنا أبناء وبنات الطلاب بالرغم من محاولة بعض زعماء المنطقة إثارة المشاكل أمام الدولة السعودية الأولى كما ذكرت لكم أن الأمر وأن التأسيس لم يكن بالأمر السهلي أو الهيئة بل كانت هناك بعض العقبات والعرقين التي قد لو لم يكن هناك زعماء قادرين وزعماء ذو حنكة وسياسة وشجاعة لم يستطيعوا أن يتجاوزوا هذه العقبات والعرقين ولكن بوجود هؤلاء زعماء حكماء شجعان استطاعوا بذكائهم وسياستهم أن يتجاوزوا هذه العرقين وهذه العقبات أيضا تمسك الأهالي بخيار الدولة السعودية المركزية لأنهم ما رأوه من عدم استقرار وعدم أمان وضعف في النشاط التجاري وتفكك اجتماعي حينما شاهدوا هذه الدولة المباركة الدولة السعودية الأولى بهيبتها وقوتها وبسطها للأمن والاستقرار كان لهم أيضا دور كبير في ذلك أدى ذلك إلى زيادة الهيبة السياسية والقدرة العسكرية بعد ضم الإحسان كان لضم الإحسان دور كبير وفعال في إضفاء القوة والمزيد من الهيبة للدولة السعودية لأنها أو لأنه أصبح هناك منفذ بحري للدولة جعلها ذات موضع اهتمام من القوة الكبرى واصل قادة الدولة السعودية الأولى العمل لتوحيد البلاد في بقية مناطق شبه زيرة العربية إذن أبنائي كما ذكرت لكم أن الدولة السعودية الأولى لم يكن تأسيسها وتأسيسها بهذا البساطة بل واجهة العرقين وواجهة الصعوبات ولكن بوجود حكام ذو حنكة وسياسة وذكاء وشجاعة أيضا بالإضافة إلى مناصرة الأهالي ورغبتهم الملحة في وجودهم تحت الظل دولة موحدة مركزية تستطيع أن تبسط النفوذ والأمن والأمان والاستقرار وهو ما وجده بفضل الله حكام الدولة السعودية الأولى وأضف على ذلك بعد ضمهم للأحسان أصبحت هذه الدولة ذات منفذ بحري ممتازين في شرق شبه زيرة العربية هذا أدى إلى تسليط الضوء على هذه الدولة من القوى الكبرى ضم بعدما انتهينا من ضم الأحسان ضم جنوب غرب البلاد إذن جنوب غرب البلاد ففي الجنوب الغربي من شبه الجزيرة العربية مهد وصول القوات السعودية إلى بيشة في عام 1213 هذا مهد الطريق لتوحيد عسير لا سيما بعد انضمام بعض زعماء الإقليم كعبد الوهاب أبو نقطة إلى الدرعية وتبع ذلك دخول القوات السعودية إلى المخلاف السليماني وصار هناك مؤيدين للدولة السعودية والسبب في ذلك شعروا بالأمن شعروا بالاستقرار وجدوا أن هناك دولة قوية تستطيع أن تبسط نفوذها وقوتها وهيبتها وأيضا أدى ذلك إلى أحسنتم إلى وجود نشاط تجاري واقتصادي وعودة اللحمة الاجتماعية هذا ما كان يقوم به حكام الدولة السعودية الأولى رحمه الله هذا أدى إلى أنه لم يجد أمير أبو عريش الشريف حمود بن محمد أبو مسمار أمامه سوى إلا أن يدخل طواعية تحت ظل الدولة السعودية الأولى وحارصا على إظهار ولائه لها إذن ضم جنوب البلاد حينما وصلت القوات السعودية إلى بيشة هي كانت الانطلاقة إلى عسير استطاع أو بعد انضمام بعض زعماء هذا الأقليم وزعماء الأقليم كعبد الهاب بنقطة إلى الدرعية تبع ذلك دخول إلى المخلاف السليماني فصارت وأصبحت أو أصبح هناك مؤيدين كما ذكرت لكم الأسباب ومنها لم يجد أمير أبو عريش الشريف حمود بن محمد أبو مسمار سوى إلا أن ينضم تحت طاعة الدولة السعودية الأولى ضم الحجاز لأهمية هذا الأقليم لوجود مكة المكرمة فيه كانت علاقة أشراف الحجاز بقادة الدولة السعودية الأولى اتسمت واتصفت بالتوتر وعدم الاستقرار أي كانت العلاقة بين قادة الدولة السعودية الأولى وأشراف الحجاز لم تكن مستقرة بل كانت فيما بينهم بعض التوتر للجهود التي بذلها قادة الدولة السعودية الأولى من إرسال العلماء لإضاح حقيقة ومبادئ ومقاصد الدولة منها نشر الدعقيدة الصافية منها بسط الأمن والأمان منها زيادة لهيبة الدولة وإزالة الصورة القاتمة التي يبثها خصوم الدولة السعودية الأولى عنها مع ذلك فقد منع أشراف مكة نلاحظ منع أشراف مكة أتباع الدولة السعودية الأولى من الحج في مواسم متعددة نلاحظ أن منعهم لأتباع الدولة السعودية الأولى من الحج هذا أعطى وضعا متوترا أكثر من قبل إذن تطور الموقف إلى العمل العسكري عندما ماذا؟ هاجم الشريف غالب بن مساعد قليم السر الممتازين في عام 1205 على أثر انضمام قبائل تابعة لأشراف الحجاز إلى الدولة السعودية الأولى بمعنى أنه حينما قام الشريف غالب بن مساعد بعمل عسكري لبعض القبائل التي انضمت إلى الدولة السعودية الأولى لم ينجح في هذا العمل العسكري فجهز حملة عسكرية إلى عالية نجد التقت قواته أي قوات الشريف غالب بقوات السعودية في الجمانية ودارت بينهما معركة مهمة خسرها أو خسرها الأشراف وتحول بعد ذلك موقفهم ووضعهم من الهجوم إلى الدفاع وازدادت بعد ذلك أوضاعهم سوءا بدخول وتوالي دخول القبائل الحجازية تحت طاعة الدولة السعودية الأولى فماذا فعل الشريف غالب هل واصل العناد هل واصل مجابهة الدولة السعودية بل جنح إلى مصالحة القيادة السعودية أو قيادة الدولة السعودية الأولى وكان ذلك في عام 1213 حيث سمح لهم بالحج بعدما كان يمنعهم من دخول الأراضي المقدسة في سنوات سابقة نلاحظ أبناء وبناء الطلاب أن هذه الأحداث اندلت تدل على ماذا؟ أن للدولة السعودية الأولى عقيدة صافية وهدف سامي هو ماذا؟ هو تأمين طرق الحج بسط نفوذها لتحقيق الأمن والاستقرار في جميع مناطق شبه الجزيرة العربية ومنها ضم الأحساب بعد الأحداث التي دارت وما وصلت إليه بعد أن سمح أو رضخ الشريف غالب لقوة وبسطة وما وجده من استقرار وأمن من الدولة السعودية الأولى لكن أبنائي هذا الصلح لم يستقم أمره بين الطرفين بعد انضمام عثمان المضايفي إلى الدولة السعودية وتمركزه في بلدة العبيلاء حيث تمكن لمساعدة القبائل المؤيدة للدولة السعودية الأولى من ضم الطائف علم الأمير سعود من عبد العزيز بهذه الأنباء وتوجه على رأس قوات كبيرة نلاحظ توجه على رأس قوات كبيرة إلى الحجاز وعسكرة خارج مكة نلاحظ أبنائي أنه لم يقم بالدخول إلى مكة لأنها موسما أو كانت موسم الحج بل انتظر إلى انتهاء موسم الحج ماذا فعل الشريف غالب انسحب ممتازين تاركا مكة وذهب إلى جدة وعين أخاه عبد المعين أميرا على مكة عبد المعين أدرك ما تملكه القوات السعودية من قوة أدى ذلك إلى ماذا أعلن ولاءه للدولة السعودية الأولى على أن يبقى أميرا على مكة بعد أن شاهد ما شاهد من قوة الدولة السعودية أعلن ولاءه للدولة السعودية الأولى على أن يبقى أميرا على مكة هل قبل الشريف غالب لم يقبل بهذا الوضع فماذا فعل سار إلى مكة وأجبر طبعا هناك في ذلك الوقت كان وجود لحامية سعودية أي مجموعة من الجنود السعوديين أجبرها على الانسحاب وتقلد أو تسلم مقاليد الأمور فيها بدلا من أخيه من؟ عبد المعين لكن الإمام سعود أمر قادته في الحجاز وعسير بالتوجه إلى مكة ومحاصلة الشريف غالب فيها هل قاوم اضطر إلى طلب الصلح مع الدولة السعودية الأولى وكان ذلك في عام 1221 شرط أن يبقى في إمارته أو في إمارة مكة ولا سيمة بعد أن أعلنت المدينة المنورة ولا أهد تام للدولة السعودية الأولى فأبرم الاتفاق على ذلك وبعدها أصبح الحجاز بمكة والمدينة جزءا من الدولة السعودية الأولى إذن أصبحت الحجاز من ضمن الدولة السعودية الأولى إذن أبناء وابناء الطلاب في المرحلة الثانية من توحيد الدولة السعودية الأولى كما ذكرنا أن التوحيد وضم هذه المساحات الشاسعة من الدولة أو من شبهة زيرة العربية لم يكن بالأمر السهل أولا كان بالبداية وجود الإصرار والقوة والشجاعة والحنكة أيضا بوجود العقيدة الصافية من حكام الدولة السعودية الأولى ثانيا تمسك الأهالي وحرصهم بخيار وجود دولة سعودية مركزية تساعدهم وتساندهم وتعمل على الاستقرار السياسي والعسكري فيها بعد أن تم في الدرس وتعرفنا في الدرس السابق على ما تم من ضمن الأحسان استطاعت وأصبح هناك منفذا بحريا للدولة مما أضفى لها قوة قوة للدولة السعودية الأولى بدأوا بضم جنوب غرب البلاد حينما ضم بيشة أصبحت الطريق مساعدة ومساندة لتوحيد عسير أيضا توالت ذلك إلى أن دخلت جميع جنوب غرب البلاد تحت حكم الدولة السعودية الأولى بعد ذلك أصبحت أو كانت الوجهة للحجاز وما فعله أشراف الحجاز من منع أبناء وبناء تطلب وما قام به قبل ذلك حكام الدولة السعودية من إرسال العلماء لتوضيح وتبيان حقيقة الدولة السعودية أيضا منع أشراف مكة لأتباع الدولة السعودية الأولى من الحج هذا أدى ذلك أيضا بالإضافة إلى العمل العسكري الذي قام به الشريف غالب عندما هاجم أقليم السر بعد انضمامهم للدولة السعودية الأولى بعد ذلك توالت الأحداث وتوالت الحملات إلى أن استطاعت الدولة السعودية الأولى أن تجبر الشريف غالب بالوضع الجديد ودخل طواعية تحت حكم الدولة أو دخل أو أبرهم اتفاقا تحت حكم الدولة السعودية الأولى على أن يصبح أميرا عليها وبذلك أبنائي ومنات الطلاب ننهي درسنا لهذا اليوم شكرا ومقدرا لكم تفاعلكم مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح